بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مرة تانية في شرح برنامج المستودع المرة دي هنعمل النمازج الخاصة بالاعتراف الخارجية عندها نورجدين وقطع الغيار ومحل التركيب ومسؤول الشراق ومسؤول السرق محتاجين نعمل النمازج عشان يتدخل منها البيانات ان الجلال بيكون مخفية طبعا ويكون متأفل فبنحتاج نعمل نمازج إدخال واستعراض وإطباع لنعمل العناصج الخارجية نبدأ مع بعض من إنشاء هنستعمل المعالج بشكل مبسط هنختار الجدوى اللي هنريدين نعمله من النمازج ونعمل إضافة الجميع ونخليه عمودي ونسميه بنفس اسمه المعالج هنعمل النمازج الأولان في الشاشة بالعرض وبعدين هعمل باقي النمازج بالعرض السريع فالوقت هنعمل النمازج ده بس نعمل معينة نخليه أول حاجة مبسط هنعمل شوية تنساءات في السريع شفناها احنا برضك قبل كده في البرنامج اللي عملنا بتاع الموظفين نعمل النمازج ده النصوص هنحولها كلها سلوكت الدخال بتاعها هيكون سجل جديد يعني لما نغطع الانتر ينتقل سجل جديد ما ينتقل سطر جديد داخل المجموعة هنغير التحديد نخليه بدون تحديد نشيل تخطيط ازالح من التخطيط عشان يبقى كل عنصر مستقل بزاله هنخلي عرض كل عنصر منهم من تنسيق العرض مثلا والي يكون اربعة الارتفاع واحد ونبدأ ناخد مجموعة مجموعة والي يكون المجموعة دي نخليها تبدأ من عشان يبدأ من يمين يبقى العلم اليسار بتاعها هنخليه يكون سبعة وديك اليسار بتاعها هنخلي واحد نبدأ نوزعهم اشتركوا في القناة 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 الكود الثاني التالي. ببدل نيو ريكورد هنخليها نكتل. نكتل. السابق. السابق. لا الاول هنعمل. لا الاول. السابق. 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 ببدل نعمل. هذا زر لاغلاق النموذج. السابق. سنقوم بعمل. نموذج بتاعنا يكون بالشكل. ممكن جمان نضيف نحذف محدد السجلات و ازرد الانتقال محدد السجلات لا ازرد الانتقال لا مشان نبدأ نتحرك عن طريق ازرد الانتقال نضيف اول كود وليكن واحد اسم المورد محمد اسم المسؤول اسم المسؤول محمد رقم هاتف والانوان نضغط جديد نقلنا اسجل جديد اول نعمل المسؤول ايه يا رقم اتنين اه محلات محمود المسؤولة عندها مسؤول اسمه علي ونكتب رقم هاتف وممكن رقم نلقى فيه حروف كمان لان احنا عملنا نص 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 جديد التالي السابق السابق كمان مرة التالي الاول الاخير ومن هنا نعملها طيب ديوقتي احنا عايزين هنا نفتح الموردين بيفتح على اول سجل اه بيفتح مسلا لو جبنا سجل جديد بيفتح فاضي خالص المفروض ان احنا عايزين نعمل الكود هنا يظهر اه الكود التالي يعني الكود التالي بشكل اه قيمة افتراضية نشوف هنعملها ازاي شرحناها احنا في فيديو في فيديو قبل كده بردك ازاي من نستخرج القيم من داخل النماذج احنا هنقول له نبص فيه النموذج بتاع الموردين ويجب لنا منه اه ماكس اه هو كود المورد نشوف كلا نعملها ازاي نركض مع بعض بيساوي ندي ماكس خلنا نستعمل مساعد مش مشكلة نفتح قص ونعفلون نرجع نفتح قص ونعفلون نرجع نفتح قص في الداخل ونعفلون وبينهم على مكس نفتح قص ونعفلون انا بعمل حيب اعمل البنية قبل ما اشتغ هنقول له ويشوف اول واحدة نحدد اسم الحقل اللي هو الكود المورد والجزء التالي نحدد اسم الجدوان كود المورد بين علامتين تنصيص ظهر معانا كود رقم جديد جابني اكبر قيمة في الجدول دوقتي احنا عايزين نجيب اكبر قيمة دي ونضيف لها واحد يبقى نرجع تاني الكود واللي هو اجاب اكبر قيمة نعمل اضافة اكبر كود زائد واحد نرجع تاني للتصميم زائد زائد واحد يبقى ايش باكبر قيمة موجودة داخل الجدول ويضيف عليها واحد ويعملها كافتراضي للجدول نبدأ نربط نموذج الموردين بالوجهة بتاع البرنامج دي وجهة البرنامج هنعمل فيها مجموعة اضرار واحد منهم الاول هيبقى الموردين ونضيف الموردين بالوجهة ونضيف الموردين بالوجهة ونبدأ نضيف الموردين بالوجهة Hi-Ludget Door-Too-Mate Open-Form وهنحدث طريقة العرض Normal ننشوف اسم النموذج ايه انا اريد من نفتاحها نسموه الموردين نكتبه هنا فيه هنا حاجة كمان لما يفتح نموذج الموردين يفتح على سجل جديد على طول ما يفتحش على اول سجل يبقى نقول له ندرسه من نفس القول اللي عملنا في جديد ناثم موضوع الزمار نقاط نحن نموذج نحن نموذج بعد دخول مستخدمين نحن نموذج ضغطنا على الموردين يقوم فتح للموجة الموردين على الموجة الجديدة على طول نبدأ نضيفه ممكن نضيف واحد جديد طيب عايزين لما نضيف واحد جديد انا نفت واحد جديد او لكن تلاحظو انها لسه واقف على الزر هنا يعني بعمل تاب بيتنقل على الزر الثاني انا عايز لما اضيف واحد جديد او التالي او السابق او الاول او الاخير اي زرار من دول لما اضيف عليه ينقلني للخلية الاولى دي وده بردك حاجة شاركناها في فيديو سابق ممكن تلاقوا رابط بتاعه على الشاشة نحدد الحق اللي انا هزين تنقل ان ننتقل اليه يعني مثلا لو هننتقل الي كود المورد بس احنا في موضوع قد المورد ده بعد شوية احنا نقفل او نخليه ما يدفعش انك تطلب قد مورد يعني هنخليه اتحكم فيه يكون صعب حسنا هو يبقى سيريا بلورة بعضه ممكن انتهي للاسماع الزر بس انا بشكل مؤكد اخليه انتقل الي كود المورد و المرة ممكن ازبعها مفتوحة بشكل مولد يبقى انه يبقى انه لما انقلنا لكل المورد يبقى جديد بعد ما يتنقل السئيل الجديد نقوم نقل الى كود المورد باش تنقل الى كود المورد وبدأ سيرى تمام لنشوف التأثير. نقلنا على جديد. لو ضغطنا جديد. نقلني هنا. توضع صنان الوقت يوقف على رقم الكود يعني. ننسخ الكود ده وننقله على باقي الازالة. في الجزء التاني انا هعمل النمازج الباقي بباقي المكونات الخارجية. بس هعملها هكون بشكل سريع وهاعتمل على كوبي وبيست من الاكوال اللي اعملها. مش هنعمل اي حاجة اضافية واي حاجة جديدة. كله عن طريق كوبي وبيست. من الاكوال اللي اعملها دلوقتي. من الاكوال اللي اعملها دلوقتي. الوقت هيجوره كل واحد واعمل له. اشتركوا في القناة. لو لك تعليق او استفسار اكتب تحت الفيديو. افتح ازهار المزيد لو في روابط تحميل. اشترك في القناة عشان يوصلك الجديد. من هنا الحلقة التالية. ومن هنا الحلقة السابقة. ومن هنا واجهة القناة الفهرز. لو الروابط مش شغالة بلغني. حمل الفيديوهات على جهازك. ومن وقت اللي بتاني تابع الجديد والتعليقات. والسلام عليكم وحمد الله اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.